مصر 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 طلعت في الأوسكار طلعنا في الكاميرا المصر ونعمة المصر الايجيبت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتمنى ان الشكل يكون عجبكم اشتركوا في القناة 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 ام تفصلنا من ده والمتصدر اللي جاي بكام توقعه هنالعبها لعبة زريفة جيسون مومو هيلان ميرن هيقدموا حاجة او معهم زرف هيقدموا حاجة فعلا تقليد ان الممثلين بتوع السنة اللي فاتت هما اللي بيقدموا بتوع السنة دي تم اختراقوا بالفعل خلاص ما معادش موجود دوكيمانوري هنقدم الفيلم الوثائق ملناش فيه ده تلقي التوضيح دلوقتي ان اللي كان بيغني مع كوين ده اسمه أدم لامبرت وده اللي بيطور معهم ده اللي بيبقى معهم دلوقتي هو اللي بيريبليس فريدي ميركري ده اختيار الفرقة يعني اللي بيعد الاغاني اللي بيلعب الفوكلز انا كل ده عمل اقوله عشان يصدقوا بس مش اكتر فبناعا عليه ده مش اختيار سيء من الاكاديمية ده اختيار سيء في تقدير الشخص يعني تاني من الاعضاء الاحياء بتوع كوين طيب لغاية دلوقتي قدموا الجايزة بتاعت احسن مكياج وتصفيف شعر وكسبها فيس وافضل ازياء وكسبها بلاك بانتر بلاك بانتر تحصل على اول اوسكار بالفعل ومعنديش اعتراض عليها معنديش اعتراض على جواز كتير النهاردة صعب تلاقوني يعني متشدد في اي اتجاه في اي حاجة على الاطلاق مش عارفة بتتراجوا ليه بزرعة يلا معلنا قبلها كان فيه افضل فيلم وثائقي طويل وكسبها واحد من الخمسة فيه مفاجأة غير متوقعة على الاطلاق انا تزاولت تلع برودوكشن ديزاين اللي انا بترجمها تصميم انتاج وغالبا حطت لها غلط يعني انا كنت فاكرة تصوير وكنت مستعد برودوكشن ديزاين طبعا جائزة مهمة ولكن مش دخلة معنا في المسابقة خلونا برضو نتفاجأ ونقول بقى مين اللي كسبه بلاك بانتر بلاك بانتر حصل الاسكر التانية يا جدعان واحنا قاعدين وكل محد من بلاك بانتر يكسب كيفن فيج يطلع وغالبا ميدي عشرة جنيه للجدع بتاع الكاميرا لازم يطلعه في كل لقطة طايلر بيري طالع ومعه ظرف افضل تصوير ان شاء الله يابني يقول انت تابع مين الاول شوفي الواد افضل تصوير السينماتوجرفي كانوا قالوا ان هي مش هتتزاع هتتحط في الاعلانات وبتاعه والناس غضبوا فرجعوا في كلامهم المرشحين هم كولد وور دا فيفورت نيفر لوكاوي انا ما شفتش نيفر لوكاوي شفتش كولد وور كمان روما واسطارز بورن اللي ما شفتهمش هم نيفر لوكاوي وكولد وور ترشيح الشخصي الروما والترشيح الشعبي باغلبية صاحقة 1403 هو برضو روما روما يعني اظن ان ما فيش اختلاف كبير على دي يعني كل الناس كانوا متوقعين صح وانا كمان كنت متوقع صح بحكمتي وفطنتي وقدرتي على رؤية المستقبل وتقدير نواحي الفنية في الافلام اللي ما شفتهاش طيب انا اخيرا عرفت اجيب الترتيب بتاع الجوائز احنا عندنا اخير واحد شفناك كانت السينماتوجرفي التصوير عندنا بعد كده الفئات بتاعته التهريك بتاعت كل سآنا داية بعد كده عندنا الفيلم الاجنابي وبعدين 3 و 4 يهمونا بقى في الواقع 4 و 4 يهمونا عندنا افضل فيلم اجنابي افضل منتاج افضل ممثل في دور مساند و افضل فيلم رسول متحرك بوهيمين رابس دي كسب الجايزتين افضل منتاج صوت و افضل مكساج صوت مش عارف يعني مش اعتراضا على الفوز نفسه اد ما اقول تحفز بسيط على ان الافلام اللي الصوت لعب فيها دور رئيسي او كان عنصر محصوص اكتر واكتر جوه الدراما بتاعت الفيلم اعتقد اني كنت اتمنى ان يتم تكرمهم بشكل افضل بالتحديد اكوايت بليس استار اس بورن كمان مش بس عشان ده بتاع اغاني و ده بتاع اغاني حان نتكلم على مساهمة عنصر الصوت جوه الدراما فمش عارف ما عنديش اعتراض عموما معضوع الصوت ده مش من اكتر العناصر اللي انا بعرف احكم عليها اوي او اميزها اوي ولازم اعترف بداي افضل فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية هافيار بردام و انجلا بسات بين هافيار بردام طالع يستزرف اصلها نقصة المرشحين لافضل فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية كفر نحهم لبنان ان شاء الله بازن الله يكسب رغم انه مستمعت جدا طبعا كولد وور بولندا نيفر لوكوي المانيا روما ميكسيكو شوبليفترز اليابان التوقع الشخصي هو روما التوقع الشعبي هو روما برضو اعتقد اكيد صح يا لهوي انا ما جبتها يلش فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية بسرعية اه روما واو اغلبية صاحقة الف سبعمية خمسة وخمسين كما كان متوقع ومستنقع روما يحصل على جائزة الاوسكار الكامدي التانية ولا التالتة انا بصراحة بتاليت ده اسرع هو كسب التصوير وكسب دي مكسبش حاجة تانية لغاية دلوقتي جوائز ذات وزن وقيمة الفئة بتاعت الفيلم الغير ناطق باللغة الانجليزية كانت قوية الحقيقة لان كافر نحوم يعني احنا انا لسه ما شفتهش بس احنا اعتبره فيلم قوي بكل تأكيد يعني وكان بينفس في كانوا بتاع كولد وورب بتاع بافل بابلوكوفسكي ما بينفسش جوه الافلام الاجنبي بس هو موجود في فئات تانية روما نفس الموضوع نيفرلوكاوي اعتقد انه برضو كان موجود في فئات اخرى شوبليفترز كل الناس اللي شافوه بيشكره فيه جدا انا من الافلام دي كلها للأسف الوحيد اللي شفته هو روما طيب على مستوى الاحصائيات اللي معهم تلاتة من تلاتة ودول المتصدرين طبعا واللي عندهم فرص العلامة الكاملة لان من الجوايزر دخل معنا في المسابقة تلاتة بس تم الاعلان عنهم لحد دلوقتي هم تلتمية وسبعتاشر اسم من الفين تلاتة واربعين مايكل كيتن هو اللي حيقدم افضل منتاج المرشحين لأفضل منتاج هم بلاكي كلانزمن بوهيمين رابسدي دا فيفرات جريم بوكوفايس المتصدر هو دا فيفرات ولكن الفئة دي متقربة شوية بخمسمية تسعة وتسعين وانا معهم انا كمان برشح دا فيفرات وطبعا كلنا هنخسر يا جماعة يا اخوانا انا جالي اصدعف القرانية من بوهيمين رابسدي يا جدعان ازاي بس يا اخوانا دا فيه فيه اسيز فيه مقالات فيه دلائل موجودة على الانترنت على مدى التراجع والتظاهر والانحضار بتاع المنتاج بالتحديد في بوهيمين رابسدي يعني لا حاول ولا قواتي الا بالله دا كان واحد توقعه صح دا يا بل حاج دا كان التوقع التاني على طول مباشرة بخمسمية اتنين وخمسين توقع الفئة دي واو الفئة دي انا شفتها كلها ما شاء الله انا شفت بلاك كيلانزمن وشفت بوهيمين رابسدي شفت دا فيفرات شفت جرين بوك وشفت فيس اوه سوري فيس ما شفتهش انا اسف الوحيد اللي ما شفتهش انا لأ انا مرشح دا فيفرات عنوعي يعني بنتكلم على منتاج فيه نواحي فنية راقية مش لزق لكونسرت زي ما تزعف التلفزيون يعني لو حضرتكم في المرحلة دي كنتم زهقته زي ما انا زهقت بالزبط كده فاحب اوضح لكم ان احنا لسه ما وصلناش لنص الحفلة دلوقتي جهزت افضل ممثل في دور مساند والمرشحين هم التوقع الشعبي هو ماهرش العالي بالف خمسمائة تمانية وخمسين وحد حتحطم قلوبهم قلوبهم دلوقتي حقق قلوبهم انا مش عارف اه وأنا معهم حتحطم برضو انا كمان ان شاء الله يلا بينا بنتحطم سوا لان سام اليت هو اللي هيكسل انا منقف قاعد مركز قوي مع تمثيله شفت شفت انا جامد قدي ايه ريتشال اي جرانت خد تشجيع جامد مش عارف لين جايب مع قريب وباين انا شفت تلاتة من الخمسة فلو كسب حد بره التلاتة وبعد كده اتشفت انه كان جامد جدا اللي هو ريتشال اي جرانت او سام روكويل انا موافق لكن من الثلاثة اللي شفتهم الافضل هو مهرشل علي بصرف النظر عن انه عنده بعض التشنجات انا مش حمكر ده يعني برضو في مشهد كده اوفر شويتين بس لأ برضو هو الافضل بشكل عام الباقي كلهم متشنجوا يا ادم درايفر متشنجش ايه رأيك نكسب واحد متشنجش مهرشل علي احنا كسبنا والله احنا كسبنا وكويسين ايه اللي هو لابسه على ادناء اخده هم عاملين في نفسهم كده ليه تاني اوسكر مهرشل علي يا جماعة بيعمل اداء في السيزن التالت بتاع ترو ديكتف ترزيع عالترابيزة يعني الراجل بيعمل حاجة للتاريخ يعني طيب احنا دلوقتي تم اعلان خمس جوائز من الخمستاشر ولكن اللي هي جوجل فورمز اللي عليها المسابقة يعني ما حسبتش غير لغاية اربعة الخمسة اللي هي افضل ممثل فضول مساند ما تحسبتش لغاية دلوقتي والمتصدرين اللي عندهم فرصة العلامة الكاملة لغاية اربعة ترشيحات هم مية وتلاتاشر واحد فقط حلو جميل عشان في الاخر لو في حد وصل للدرجة الكاملة يبقوا ايه عدد قليل ونعرف نكسبهم بسهولة الجايزة اللي جاية هي افضل فيلم رسوم متحركة اه فئة قوية السنة دي نسبيا على الاقل لا اقوم نستنى اللي فاتت فتاة دي بالشخص يعني فريل وليمز ومش عارف ايه يو دي حاجة يعني يعني المرشحين هم انكريدبل ستو ايلوف دوغز ميراي رالف بريكس دي انترنت وسبايدر مان انتو دا سبايدر فيرس انا شفت منهم تلات افلام انكريدبل ستو ايلوف دوغز ورالف بريكس دي انترنت التوقع الشخصي بتاعي انا سبايدر مان انتو دا سبايدر فيرس تماشويا فقط تماشويا لو دي كلمة يعني تماشويا مع كونه التوقع الشعبي باغلبية صحيقة برضو بالف خمسمائة تلاتة وتمانين وراء انكريدبل ستو انا بصراحة يعني لو حتقولي من اللي انا شفتوهم افضل واحد مين هو بكل اتاكيد ايلوف دوغز بس اما نشوف سبايدر مان انتو دا سبايدر فيرس وبما اني ما شفتوش فمش حكم ولكن يبدو ان في اجماع لانه فيلم متميز جدا وانا نفسي اشوفه في اراب فورس عن نفس بعد احصاء خمس جوائز الصدارة بالعلامة الكاملة دلوقتي المية والستة من الناس اللي توقعوا معانا بالنسبة لترتيب الجوائز حنفوت الاثنين اللي جايين الاثنين اللي جايين هم افضل فيلم رسوم متحركة قصير وبعدين افضل فيلم وطائقي قصير ونرجع مع المؤثرات البصرية ايه اللي هي اللابسة دا انا مش فاهم يلا ما علينا بوزت فيلم وحب بوز حفلة وحاجة شغلان الجايزة اللي جاية هي افضل مؤثرات بصرية والمرشحين لما يقولوهم ايه صندوق اللي انت عملانا والمرشحين هم افنجرز انفينيتي وور كريستوفر روبين فرست مان ريدي بلاير وون سولو استار وورس ستوري اللي ما شفتهم من الافلام دي تلاتة افنجرز انفينيتي وور فرست مان وريدي بلاير وون التلاتة منافسين اقوياء يعني بس ان اروحت مع افنجرز انفينيتي وور لاني حاسس ان كيفن فيجي معاكم الناس كويس يعني وبيزبطوه وده الترشيح الشعبي برضو ب1134 متصدر وراء ريدي بلاير وون بخمسمية 11 هنشوف فرست مان اوه عنصر فاصل في المنافسة ده يا معلم يعني طب هاتو لقطة كده للمؤثرات اللي هي الحاتة بقى ليه بقى كسب يعني يديني المؤثرات اللي هو كسب عشانها اه على البركة ماشي 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 يا راجل ماشي عندنا بعد كده فيلم قصير ده مش داخل معانا في المنافسة وبعد كده عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة واربعد معانا سبعة من التقال بقى خلاص السيناريو الاصلي والسيناريو المكتبس والموسيقات تصورية والاغنية والممثل والممثلة والمخرج والفيلم اوكي نيك فيوري وكابتن مارفل هم اللي هيقدموا افضل سيناريو اصلي وانا بصراحة استغليت البريك اللي فاتت دي وقمت كلت لقمة لحسن كنت جاعان قوي يعنى ترشيحات افضل سيناريو اصلي the favorite first reformed green book روما وفايس انا شفت منهم the favorite green book وروما ترشيحي رايح لروما الترشيح الشعبي هو green book تسعمية تسعة وتلاتين وراء the favorite ستمائة اتنين وعشرين محدش قال اللي قاله روما تلتمائية ستة واربعين وما نشوف green book انتوا صحوا انا غلط ماشي ما بين روما و the favorite green book جائزة الاوسكار هازل عم تقدم برعاية روليكس وبالعند فيا يعني يا جماعة ازاي بس يا جدعان يا جدعان ازاي بس green book حلو بس بسيط قوي بسيط مش بسيط اللي هو نظام السهولة لتقدرها اللي هي مدى التدفق الطبيعي للاحداث وبتاعت ازاي ما قلت كده عامل ازاي في فنالة اليوفنتوس يعني الدنيا ستيجد ومتفصلة اكتر من اللازم في تقديري يعني ايه الموضوع كله ماشي بالعند فيا يعني فبرحيتكم خلص عملوا اللي انتوا عاوزينه يا اخوانا بعد اخر تحديث اللي عندهم فرصة العلامة الكاملة خمسين واحد فقط افضل سيناريو مقتبس المرشحين هم اللي انا شفتهم من نسبة للترشيحات الترشيح الاعظم رايح لأستار بورن بسبعمية وتسعين وانا معاهم وراهم بلاك كلانزمن بسبعمية اربعة واربعين دول جايبين نتيجة من الكنترول السقة اللي انتوا فيها دي يعني انا ما بين التلاتة دول ممكن اميل ان انا اديها البلد اف باستر سكروكز اكتر من بلاك كلانزمن لو استار بورن وقع يعني بلاك كلانزمن بقول لكم انتوا جابيني النتيجة من الكنترول تقول ليكم ارايب في الاوسكارز يا جماعة الناس اللي بتتوقع الحاجات العجيبة دي يا بلاك كلانزمن في محاضرات في محاضرات في شخصيات وقفت قدام الكاميرا اطلقت محاضرات ملهاش اي علاقة بالاحباب يعني ليها علاقة رمزية بس بالموضوع ولكن اعمالين يحكوا عن حاجات يعني كلام معلن معلن يلي تشوفوه يا جماعة انا بيلي تشوفوه أصحاب فرص العلامة الكاملة دلوقتي تقلصوا الواحد وعشرين واحد بس أفضل موسيقى تسورية بيقدمها مايكل بيت جوردون وتسة تومسون بحب اللي اتنين جدا أنا متكتل غاية دلوقتي اربعة من تسعة يا جماعة أنا بتعرض لفضيحة أسكرية دي فيها رهان بقى إيه؟ دكيك مني شويتان مين المرشحين؟ ركز معي كده بلاك بانتر؟ بلاك كلانزمن؟ هو شكل بلاك بانتر اللي حاجز معلي شفت منهم برضو تلاتة بلاك بانتر بلاك كلانزمن؟ واي لوف دوكز وانا شايف ان الموسيقى التسورية تحت بلاك كلانزمن عظيمة حقيقية حلوة جدا وليها شخصية الوحيدة اللي اصلا معلمة في ويدني وفاكرها من الاحداث دي كلها وتركبها جوا الدراما برضو كان شيء رائع جدا ده ترشيحي الشخصي بلاك كلانزمن وليس هو ترشيحي الشعبي ترشيحي الشعبي هو بلاك بانتر بسبعمائة ستة وتسعين بلاك كلانزمن وراه الحقيقة بتلتمية ستة وتمانين وما نشوف بلاك بانتر عشان كده فرحة قوي الترشيحي الشعبي يفوز مؤخرا واصل لنتيجة اربع ترشيحي اربع توقعات صحيحة فقط من عشرة جهزة افضل اغنية المرشحين هم بصوا مبدئيا لو هنعمل على الاداء اللي حصل في الحفلة دي فالي المفروض يكسب هو ده بلد باستر سكرجز الوحيدين اللي عملوا اداء على المسرح حقيقي حلو الاداء بتاع انا اسف يعني اللي انا عارف الناس اللي بيحبوا ليدي جاجة كتير جدا الاداء بتاع ليدي جاجة وبرادلي كوبر كان كرينجي ومتير للتلزيق الى اقصى درجة في الدنيا وبرادلي كوبر نشز من هنا للسنة الجاية وكان قاعد مش عارف يودي نفسه فين بالزبط على المسرح يعني ومع ذلك هم المتوقعين ان هم يكسبوا شالو توقع الشخصي والتوقع الشعبي كذلك بالف تمنمية خمسة واربعين اللي وراهم على طول اولد ستارز فروم لاك بانتر بمية اعتقد لو حصلت مفاجأة دي خلاص ننسى موضوع العلامة كاملة ده شالو مفيش مفاجآت واخيرا كسبنا حاجة في سنتنا اتفاجأت ليدي جاجة اتفاجأت يا جابا خبر ابيض ام لو كسبت افضل ممثل عجرال ايه يا خرابي على المفاجآة في مية واحد ما توقعوش انا ده هيحصل اه مستحقة برضو مش حقدر اتكلم ايه مستحقة عشان انا توقعتها صح قبل اي حاجة حلوة الخضة بتاعت ليدي جاجة بصراحة صعبان علي الاخو اللي واقفينوا وراها دول لان انتم طبعا مش هيقربوا من الميكروفون يعني شيء بيدعو بيدعو للسعادة بالنسبان ان انا عندي الميكروفون بتاعي حد شقدر ياخدو مني هي حد حيتكلم تاني الراجل ارزن فنجر اهو بيتكلم ماشي انا فخور بكم عشان جبتولي فوز كده خلاص فضل الاربعة كبار بس ودي حاجة كويسة بصراحة احنا شكلنا مش هنكمل الاربعة ساعات احنا ممكن نخلص في ثلاث ساعات ان شاء الله وده يبقى خبر كويس وممكن تكون من افضل الحاجات اللي في الحفلة دي انها ايه زرت وخففت كده اتصور نوم حيقدمه دلوقتي افضل ممثل في دور رئيسي جاري اولدمن واليسن جاني والمرشحين هم كريستشين بيل فيس برادلي كوبر استاريس بورن وليم دفو ات اترنتيز جيت رامي مالك بوهيميان رابسدي فيجو مورتنسون جريم بوك بالنسبة لتوقع انا بالنسبة للافلام دي مبدئيا الوحيدين اللي وقعوا مني وليم دفو ات اترنتيز جيت وفيس دول اللي ما شفتوهمش عموما التوقع الشعبي هو رامي مالك وبنسبة 99 وتسعة من عشرة في المية هو اللي هيكسب فعلا ولكن انا توقعي راح للي انا شايف ان هو احق بصراحة وهو افرق برادلي كوبر مبين الناس دي كلها مع اعترافي بتميز اداء فيجو مورتنسون جدا وبان رامي مالك عمل كتير من اللي يقدر عليه ولكن كان فيه نواقص انا مش بقول بس ان الفيلم ما كانش حلو وهو كمان اداء وكان فيه نواقص في تأديري الشخصي انا شايف ان برادلي كوبر هو الوحيد اللي عمل الدور المتكامل بالنسبة للناس دي من اللي انا شوفته يعني ومع ذلك اه التوقع الشعبي رامي مالك 1325 توقع الشخصي برادلي كوبر اسطار سبورن وده 121 بس اللي بيشركوني هذا التوقع التوقع التاني في الترتيب كريستيان بيل 348 انا اكيد حنبسط لو رامي مالك كسب يعني دي حاجة كده زي فريق اللي بشجعه كسب حتى لو هو مش هو الاحق مليش دعوة هو للامانة ما فيش اي حد من الناس دي انا ممكن اتدايق لو كسمت ولاي ده شيء كويس انا لسا ملاحظ الوقع دلوقتي حالا كلهم ناس بحبوهم ما عنديش مشكل معي حد فيه رامي مالك يلا اكسب يا سيدي رامي مالك اسكار وينر يا خبر ابيوت مبروك ابرامي مبروك ريز مبروك معلم ونتحرك دلوقتي الى افضل ممثلة في دور رئيسي المرشحات ياليتسيا ابريسيو انا سعيد للاخ اللي بيقول الاسماء دلوقتي يتعتقد انه سام روكويل لان انا لقطوا منه الحقيقة جلين كلوس دوايف اوليفيا كولمن ياليتسيا ابريسيو ديت طبعا روما جلين كلوس دوايف اوليفيا كولمن ماليسا مكارتي التوقع الشخصي هو ياليتسيا ابريسيو التوقع الشعبي اوليفيا كولمن 725 وراء جلين كلوس 505 لدي جاجا متأخرة في الترشيح الشعبي وده شيء غريب بالنسبالي انا كنت متصور نحن تبقى متصدرة فانا بقول ياليتسيا ابريسيو بتاع تروما والاغلبية بتقول اوليفيا كولمن هل انا ضد اي حد من دول لا انا مش ضد اي حد من دول علما كمان ان فيه كنين ما شفتهمش اللي هما جلين كلوس ومن لسه مكبرتي بس عملت لهم داونلود ولما عملت لهم داونلود يبقى تقريبا كاني شفتهم داونلود شرعي بفلوس عدم المؤخزة معين يعني انا في التوقعات كلها المرة دي يا جماعة عملت للحاجات اللي انا عايزها تكسب بعيدا تماما عن بتوقع مين يكسب فلو انا كنت عايزة لعب على المكسب كنت حرشح الليدي جاجا انا مستغرب ان الناس اللي عايزة تلعب على المكسب من رشحها اوليفيا كولمن غريبة بالنسبة لي هو 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 يا أولاد اللعيبة ده انتوا جنبين قوي والله لا ونبعد انتوا جمبين تيجوا تاخدوا الكورسي وتاخدوا الكاميرا وتاخدوا القناة وتا دا 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 ايه دا ايه دا ايه دا ايه التنتي تيل انتوا في دا جبتوها ازاي دي جبتوها ازاي ماشي ما تضيئس برضو من دا خلص دلوقتي احصائيا لو انا حاس بالدنيا صح ما عدش عندنا ولا حد بالعلامة الكاملة لأن احنا دلوقتي عندنا فاضل اتنين فاللي تقالوا لغاية دلوقتي تلتاشر واحنا اقصى درجة عندنا هي اتناشر لحداشر متسابق وبالنسبة لي انا شخصيا مفيش اي داعي لأي نوع من انواع لأي حاجة في الدنيا احنا من تلتاشر ترشيح انا جاي بخمسة وزي ما قلت انا الحاجات اللي ميلت فيها اللي غالبا حيكسب اوليفيا كل من موضح الندم خفيف الناس بتضحكوا انا مش عاد مركز معها انا غلطان هي وجوزها دمهم خفيف جامدة جدا افضل سبيتش لحد دلوقتي افضل خطة بكل تأكيد يعني استبعد لو حصل خلاف على الموضوعنا زي ما بقول لكم انا ميلت للي انا شايف انه هم احق الا في الحاجات اللي انا ما كنت شايف فيها افلام كتير ميلت للناس بتقول فانا مش متوقع سيء انا بس زوقي غير متماشي مع الاكاديمية وطبعا انا زوقي احسن الاكاديمية بكتير ده شيء موثق على فكرة انا سألت عن رأيي في الموضوع دوت ووافقت عليه اكتر من مرة فبناعا عليه اصبح رسمي خلاص فاضل الجاهزتين الكبار افضل اخراج وافضل فيلم جيار موديلتورو هو اللي بيقدم افضل اخراج المرشحين لجاهزة الاخراج سبايك لي بلاك لانزمن باول باول باولكوفسكي كولد وور يورجو سيانتيموس ده فيفرات الفونسو كورون روما ادام مكاي فيس كالعادة انا غلى فكرة القاعدة بتاعتي سابتة انا شفت تلاتة من كل خمسة في كل الترشيحات لغاية دلوقتي انا شفت بلاك لانزمن وشفت ده فيفرات وشفت روما ما شفتش فيس وما شفتش كولد وور لسه الترشيح الشعبي الفونسو كورون ترشيح الشخصي الفونسو كورون برضو والفونسو كورون هو اللي كسب وهو الاحق في تأدير بما اني توقعت باهم الفونسو كورون حتى الان معه تلاتة تلاتة بتوعه تلاتة تماثيل يعني انا ما بنقش انا بقر بس يعني يعني هو حيمشي في كل حتة مسك تلاتة اوسكارز النارد وممكن يبقى اربعة ونصل الان للجايزة الاهم عند الجميع والاقل اهمية عندي انا شخصيا بقى لها بتاع تلاتة اربعة سنين الجايزة دي مش مهمة بالنسبة لي خالص وشايف انها نوع من انواع التردية جولي روبرت حلوة جدا وفستنى حلو وحشتنا والله ايه المهم افضل فيلم تمن مرشحين اهي دي بقى اكتر واحدة انا شفت فيها افلام انا مش ناقصني غير فيس بس الوحيد اللي لسه ما شفتوش يلا نشوف اه المرشحين نشوف ايه انا احنا عارفين احنا حنقول احنا مع بعض احنا كويسين احنا حنخلص بدري انا مبسوط والله احنا بلاك بانتر بلاك لانزمن بلاك بوهيميان رابس مفضوحة جدا منعرف ان انا بمسل دا فيفريت جريم بوك روما استاريز بورن وفيس طوكل الشعبي سانيان طوكل الشعبي جريم بوك جريم بوك و روما وانا بقوه روما مين مسمعتش جريم بوك غريم بوك واو هو طاقة الشعبي جريم بوك صاح? جريم بوك هو طاقة الشعبي وهو اللي فاز وانا خسرت. كويس انو مش بوهيمين رابس دي على الاقل بالنسبة لي يعني انا بالنسبة لي لو كان بوهيمين رابس دي كنت حاز على الجيد. اكتر حاجة كنت زعلني في ده كله بوهيمين رابس دي. احنا ولدنا كسب الاوسكار خلاص وده اللي يهمنا. الفيلم ما يخصناش في حاجة. نفس الطريقة اللي بنتعمل بها مع محمد صلاح. احنا بنتفرج بنشجع ليفربول طلبه في الملعب. لو هو خرج في الحقيقة احنا بنبقى عوزين ليفربول يتغلب عشان يعرفه امته. نفس الموضوع بالنسبة للموضوع ده. هترجعوا في رأيكو ولا اكيد المرة دي? المافيا الايطالية اللي وقفها على المصرح دي مش ممكنة. فيه فلالونجا الصغير ومعا حد تاني كمان. مافيا 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 هيقتهم مافيا موت. الصدارة عندنا لسه 13 من 14 ل11 متوقع. 11 مشارك معنا. معرفش ازا كان جايزة الفيلم حتنقصهم اكتر من كده ولا لأ. ولكن دول اللي حيتم اختيار الفائزين منهم يا اما احضاشر يا اما اقل لان الغاية دلوقتي لسه جايزة الفيلم متحسبتش بتاخد شوية وقت وبعدين بتسمع عمد الناس. توقعاتي الشخصية وان كان مفيش داعي للفضايح. اصلا السينما حرام يا جماعة. احنا المفروض نركز في شغلنا. وفي مشاكل الوطن العربي وفي مشاكل الانسانية واحنا قدين نتكلم في الافلام وفي السينما والحاجات الغريبة دي. ستة من خمستاشر. يعني انا المفروض اعيد الاوسكار السينما. اشتا اشتا اشتا. هل في حاجة دايقتني? لأ انا من البداية كنت محدد يعني ان صعب في حاجات دايقني رغم ان في شوية حاجات كتير مشت عكس توقعي وعكس تفضيلي الشخصي. بس انا ما كنتش محموق لاي حد لدرجة ان الموضوع يدايقني يعني. مستغرب بتاعة بشكل كبير. مستغرب كل حاجة كسب بوهيمين رابس دي. وين كنت سعيد لرامي مالك. مستغرب ايه كمان? بلاك لانزمن السيناريو. السيناريو الاصلي صح? بلاك لانزمن سيناريو اصلي. سيناريو مقتربة بس بلاك لانزمن مستغربها جدا. في مشاكل في السيناريو. في مشاكل. مش بس ما هوش سيناريو. لا هو سيناريو جذاب بصر الامانية. قصة حلوة ومسلية جدا. والفيلم التون بتاعه عظيم. بس في مشاكل. في خطب. في مشاهد لا تنتمي لفيلم موجودة جوه الفيلم. فده شيء غريب بالنسبة لي. معرفش بقى احصائيا مين السيطر. اعتقد روما مسيطر. روما مسيطر. بوهيمين رابس دي مسيطر. خده جواز كتير. جريم بوك. استاريز بورن. استاريز بورن خد الاغنية بس. استاريز بورن كسب الاغنية بس معقول. او والله على ما يبدو استاريز بورن كسب واحدة بس هي الاغنية. وخد كتف في الباقي كله. مارفل النهاردة ليه حضور كويس. سواء بشكل مباشر من خلال بلاك بانتر. او بشكل غير مباشر من خلال سبايدر من انتو دي سبايدر فيرس. الفونس كورون بيجستوينر. تلاتة اسكرز في ايده هو شخصيا يعني بسم الله ما شاء الله. ولسه بقى منتظرين الاحصائيات تنزل والارقام القياسية. والناس اللي بتكسب لأول مرة او بتمثل مجموعة بتكسب لأول مرة والكلام ده كله. ولكن بشكل عام الحفل ممل جدا جدا جدا. متشكرين ان هو تحرك بسرعة. وان كل فقرة ما خدتش وقت طويل. يمكن برضو الفقرات الاعلانية لسه اكتر من اللازم كنت شايف انها مفروض تبقى اقل بما ان المحتوى نفسه اقل. والفقرات اقل والكلام ده كله. وعلى مستوى الجوائز نفسها الدنيا مسيصة برضو في شوية حاجات كده ماشية علشان التمثيل وعلشان آآ ناس معينة تاخد فرصة ان هي تقول خطبة تشجع بيها الاتجاه اللي هم بينتمولوا والكلام ده كله بس ده كان متوقع ما فيهوش شيء مفاجئ عشان كده مقدرش اقول ان في حاجة من اللي شفناها النهاردة ممكن تخليني ازعل اوات داية. الدنيا يوم والاكنين كده بقى علشان نقرر من اللي فازوا لو هم تلاتة بالفعل يبقوا سهلوا الدنيا لو مش تلاتة بقى حنختار تلاتة من اصحاب اعلى الدرجات عشوائيا ونقرر الجايزة بتاعتهم ونتواصل معاهم وان شاء الله هنزبطها بحيس ان احنا نعمل برضو خروجة او حاجة اللي يحب يتضم لنا والكلام ده كله. او الحقيقة لسه عامل تحديث دلوقتي والصدارة لواحد وعشرين متوقع او واحد وعشرين مشارك بتلاتةاشر توقع صحيح. مفيش ولا واحد جاب العلامة الكاملة ومفيش ولا واحد اخطأ في توقع واحد بس. افضل المتوقعين اخطأ في توقعين. فعندنا واحد وعشرين اسم انا كنتم بتصور ان الايمة هتقل بما اننا هيبقى عندنا متوقعين صح اكتر. الحقيقة العكس هو اللي حصل الايمة كبرت. بقى واحد وعشرين واحد. هنختار منهم التلاتة الفائزين معانا عشوائيا. هنتظر منكم بقى تقولولي ايه اكتر جايزة اسعدتكم وايه اكتر جايزة احبطتكم. واعوز اعرف رأيكم في الجوائز بشكل عام وفي الحفلة بشكل عام. ياريت تسهموا بكل ده في الكومنس. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة. ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجدكم الحلقات اول باول. وتابعونا على فيسبوك وتويتر. وباي باي با حاوم انام.